أنا من منطلق عسكري وليس سياسي أرى ما تقوم به روسيا عسكريا طبعا وأنا دائما أضع البنية التحقيقية العسكرية أن بوتين يعتمد على البنية العسكرية والقدرة العسكرية التي يحدد ويضغط بها على الغرب وعلى أمريكا بالذات فهو يريد أن يتخذ سياسة لأمر الواقع هذا أنا وهذه قوتي العسكرية وأنا الآن أصبحت في محيطي محيط الجوار أصبحت أنا ساحب القرارة لهذه الدول وسيطر على كل شيء فلذلك عندما أكون على طهوات المفاوضات فأنا الأقوى وبالفعل هو من يحدد حدوث طهوات المفاوضات هي قوة المدافع وقوة دبابات وقوة الطيران فلذلك الآن نحن أمام تغير كبير جدا يعني بعد أن سقطت أو سقطت الاتحاد صوفياتي في البورستريكا كان العالم تحول العالم إلى قطب واحد القطب الأمريكي القوى العظمى الآن نجد أن روسيا بتراجع وليس التخذل بتراجع الولايات المتحدة الأمريكية وبعض قرارها السياسة والعسكرين ستتلاشر لتصبح هناك قوتان وتعود الحرب الباردة ربما تكون هذه الحرب التي ستتغير يعني لاحقاً تتغير موازين القوى لدى ليس فقط هؤلاء القوتين العظميتين وإنما أيضاً ستتغير على الدول العالم ويستكون له تأثير بكل معنى الكلمة